أنا مش حاسس برمضان بقوله أنت بحثت عن رمضان اللي أنت وضعته في عينيك أنت أنت بحثت عن رمضان عندك أنت لكن مبحثتش عن رمضان عنده هو سبحانه وتعالى فالحل هو أنك أنت تذهب إلى مولاك اللي هو مصدر الإمداد وما تعولش على نفسك ويجي ناس كتيرة في الوقت ده بقى لما هو مش حاسس بهذا السلام سلام الإمداد يقول أنا أدخل على رمضان بإيه لا عندي عمل صالح ولا عندي معرفة ولا عندي علم ولا عندي أي حاجة أدخل رمضان بإيه جاوبوا عليه هيدخل رمضان بإيه هيدخل على رمضان بالله فإنه لي آه صحيح أنت معندكش وصحيح أنت فئير وصحيح ما فيش في إيديك حاجة بس مين قالك أن رمضان ده مش هو الرمضان اللي يخليك من الأبرار مين اللي قالك كلها عطايا من الله سبحانه وتعالى ولكن انت استعد وادخل على رمضان وانت مستعد أن انت تتلقى النفحات وهو ذات أحد تفسيرات قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها ألا فتعرضوا لها يعني إيه ارمي نفسك عشان تتلقى النفحة استعد عشان تتلقى النفحة ويمكن ده اللي كان بيعمله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعلمنا ازاي نتلقى ونتعرض للنفحات لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجيله أوائل الثمار اللي هو بشاير اللي احنا بنسميها البشاير كان يعمل ايه في البشاير برطؤان بقى لموه أي بشاير طمر يروح واضع على فمه وفي رؤية ابنها ساكر يضع على عيني ويقول إن هي حديثة وعادن بربها ليس لسه جاية من عند ربنا مليانة بركة هي مش جاية عشان مش جاية بالنظارة دي لإنها طازة جاية بالنظارة دي لإنها مليئة بالمدد والبركة والنور والفضل عشان كده أو ده استعداد وتعرض للنفحات هو ده التعرض للنفحات اللي احنا عايزين نتكلم عنه وعايزين نبص لرمضان إنه مليئ بالفضل والنور والنعمة لإنه حديثه عادن بربي يبقى لازم تكون على يقين أول حاجة لازم تعملها في نفسك لازم تكون على يقين من دوام مدد الله لإنه الأمداد دي ليست متوقفة على عملك الكثيف فواحد يزعد يقول لي يعني إيه ليست متوقفة على عمل الكثيف يعني ما عملش أقول له لا مش ده المقصود المقصود إن أنت تكون متيقن ومفيش حالة توقفك إنك تستمر معاك ما معاكش قلبك موجود حس بانقباض حسس بفتح استمر فعشان كده عطاء ربنا مش متوقف على عملك الكثير ولكن على أنه صاحب المدد الجميل سبحانه وتعالى الذي هو لطيف بعباده فلازم نخير فكرتنا إن الأحداث والليالي والأيام وتكررها وإيه حاصل بقت خلية من المدد لا الله سبحانه وتعالى يكرر علينا الأيام والليالي مش لأن خزائنه قد فرغت ولكن لمعنى آخر لازم نتعلمه إن الله سبحانه وتعالى يعيد علينا العوائد لا لشيء إلا لكي نتعلم ونذوق إن النعمة واسعة فالمشكلة نظرك أنت اللي محتاج للتغيير مش إن النعم محتاج للتغيير غير نظرك وشوف وسع النعمة وسع النعمة هو الحل الوحيد اللي أنت ممكن تعيش به في سعادة لأن من تجليات العيش بسلام المدد أن أنت تفهم قوله وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه وطول ما أنت شايف إنك واقف مع الأحداث لوحدك هيحصل لك وجع وألم نشوف نتخلص منه إزاي